ما بتوقف الإبداع السوري للحظة رغم جميع الظروف اللي مرت على سوريا يمكن الحرب كانت حافظ لكثير من الإبداع للإثبات أنه السوريين موجودين وموهبتهم أقوى من رصاص الحرب ضيفتنا بفقرتنا الأخيرة لليوم المصورة الفوتوغرافية شيامك حيالي اللي كانت عدستة وسيلة لتوصل رسالتها يسعد صباحك صباحكم يا رب يسعد صباحك شيام يعني من شيام المصوريين دائما إنه إيصال يمكن بالصورة ما بيغني عن الكلمات أو ألاف الكلمات فيك تحكي لنا كيف تأخذ آلية أخذ الصورة شو هي الآليات اللي ممكن أنت تلتقتي فيها هي الصورة هلأ الصورة هي كتير كتير بتختصر كلمات كتير بتختصر مشاعر بتقدر توصل كتير حكي فيك يتوصلي حب فيك يتوصلي كره فيك يتوصلي حدث صاير واقع تتوصلي قوة تماماً فيك يتوصلي بدك يوم الصورة فهي كتير كتير بتساعد إنه واحد يعبر عن الأفكار الموجودة برأسه ويمكن يوصل فكرة هو بده العالم تشوفها فالصورة كتير شي بساعد الواحد إنه هو يوصل رسالة للعالم أي ورجيها بمصداقية فالآليات هي كتير موجودة في كتير أدوات في بنبلة شون البسيط هو كاميرات الموبايل اللي كلهم بالعالم تستخدمها للهوات ما هو ممكن نطلع أسا على الكاميرات الاحترافية اللي هلأ هي متشرة كتير بين المصورين شيام نحن رح نكفي حديثنا معيك مع الإبداع بس الآن خلونا ننتقل لغرفة الأخبار لنتعرف على آخر الأخبار اللي عم تشهدها الصحة العربية والعالمية مع زميلتنا علا أبو خضر يسعد صباحك يا علا يسعد صباحك سهلي وشكراً لألك مشاهدين نبقى مع مجزاً لأهم الأنباء بعد الفاصل أهلا بكم وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة تستعيد السيطرة على حيية حواجة سكر والصناعة بدير الزورة وتكبد مجموعات داعش الإرهابية خسائر كبيرة بالأفراد والأسلحة والعتادة وذكر مصدر عسكري أن وحدات من قواتنا المسلحة تقوم بتفكيك وإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في الشوارع والطرقات والمفارق والساحات والأبنية في حيية حواجة سكر والصناعة أعلنت ممثلية روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة أن موسكو تدرس التقرير الجديد لخبراء الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الهجمات الكيميائية في سوريا وقال الناطق الصحفي للممثلية بدأنا دراسة دقيقة للوثيقة التي تحمل طابعا تقنيا شاملا ومن الضروري إجراء دراسة كهذه بالاستعانة بخبراء من مختلف المؤسسات وأضاف يثير دهشتنا مرة أخرى أن وكالات أنباء غربية تنشر بلا خجل اقتباسات مباشرة من وثيقة داخلية لمجلس الأمن الدولي أغلق أمن قنصلية الاحتلال الإسرائيلي في نيويورك مبنى القنصلية بسبب تلقيها ظرفا مشبوها يحتوي على مادة مجهولة وأوضحت صحيفة يدعوت أحرانوت أن الظرف يحتوي على مصحوق ما دفع أجهزة أمن الاحتلال في القنصلية إلى إغلاق المبنى ومنع الدخول إليه ضمن حالة من الذعر والتساؤلات مشيرة إلى أن هذا هي المرة الثالثة خلال شهر ونصف التي تغرق فيها القنصلية الإسرائيلية لأسباب مشابهة أبوابها في خبرنا الأخير قدت محكمة تركيا بإبقاء رئيس منظمة العفو في تركيا موقوفا بتهمة الانتماء إلى حركة الداعية فتحالا جولن الذي تتهمه أنقرة بمحاولة الانقلاب الفاشل العام الماضي وأشارت منظمة العفو في تركيا بأن تانر كيليش مثل أمام محكمة أزمير غدات محاكمة أولى في اسطنبول في إطار مزاعم تتهمه فيها مع عشرة ناشطين حقوقيين آخرين بممارسة أنشطة إرهابية وفي ذات السياق علق الأمين العام لمنظمة العفو سليلشيتي بعض القرار بحق كيليش أن الإفراج عن العدد الأكبر من الناشطين أحيى بعض الثقة بالنظام القضائي التركي ولكن هذه الثقة تبددت اليوم بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز عودة إليك سالي شكرا لك زميلتنا علا أبو خضر من غرفة الأخبار مكفين أكيد بباقي فقيراتنا على اليوم أكيد سالي مع شيا مع المصورة الفوتوغرافية خلينا نحكي إشياء مع كيف بلشت الموهبة عندك كيف بدأتي؟ بدأت كهاوية أقدر شوف كمية جمال كتير كبيرة استفزني لأني روح وصور وخلي هاي الصورة بقي أنا عندي ما بعرف بترجع بتنعاد هاي اللحظة بتتكرر أو لا كتتوسق الحالات تماما أنا ايه وصق الأشياء اللي عم شوفها مشاهد ممكن لقطة ببالي أنا ماني شاي فكرة بدي وعالم تشوفها وما عم يدروا شوفوها فأنا صورها وورجي لعالم هاي الصورة فبداية هيك بلشت كهاوية بعدين صرت عندي فضول كتير أعرف أكتر عن التصوير أتعمق أكتر بهذا المجال وبعدين اخترته كأنه يكون كشغل وليس بس فقط هواية عم نتفرج هلا على صورة بتحمل معاني الطبيعة بتحمل معاني الطبيعة اللي هي فيها روح لحالة كيف بتشوفيها انت بعينك العين هي عين المصور دائما بتختلف عن عيننا نحنا كعالم منشوف شي عادي ولكن المصور الليه عين مختلفة وشي عمت عيونك حالبين أكيد 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 بتختلف النظرة أكيد بتختلف لو ما في هذا الاختلاف ما كان المصور قدري ورجيك شي تاني غير اللي انت شفتي فالمصور ممكن بدي إليك انه بقدر يشوف جمال انت عم بتشوفيه كل يوم وتحسيه عادي بس باللقطة اللي هو رح يلقطة بزاوية اللي رح ياخدها بالكادر اللي رح يحط الصورة فيه رح يورجيكي جمال مختلف لانت من اللي عم بتشوفيه كل يوم فهي النظرة ما فيني اشرح لك أكتر من هيك لأنه يعني ما حدا يعرف غير اللي بيكون موجودة عنده ويمكن الاحساس كمان المصور بيوصل للمشاهد من خلال الصورة وكل حدا ممكن يحس بشي معين أو تعني له هي اللقطة شي معينة مكان زمان معين فترة معينة كتير بيوصل الاحساس خلوة مزبوط خلينا نحكي كمان انه انتي ما بس اشتغلتي بالصور كان في عندك طموح أكبر ورحتي ايضا للأفلام القصيرة اشتغلت فيلم قصير عن مدينة محافظة حما خلينا نحكي كيف كانت الأصداء والتجربة بالنسبة لك هلا التجربة كانت كتير حلوة كوني عم بصور مدينتي اللي هي حما مليئة بالجمال مليئة بالأماكن اللي حلوة بس الأصداء انا اتفاجأت فيها انها كانت كتير حلوة وخاصة من أهالي حما اللي هنن يوميا عم بيشوفوا هاي الأماكن موجودة بالفيديو بس ما كانوا متبهين لهذا الجمال موجود فيها يعني ما متبهين لهاي الزوايا ما متبهين لهاي المناطق فكانت الأصداء كتير حلوة وجاني كتير طالقات من أهالي حما هلي صورتي الفيلم هو جماليا كان توسقي وجمالي بنفس الوقت ووسق كتير أماكن مهمة بحما مثل النواعير مثل الجامع الكبير بحما في حي المدينة مثل الأبواط اللي بالتوافرة هي مكان كتير قدين بحما وحتى حطيت أشياء جديدة شوارع عريضة حديثة قتال أفامية يعني نوعت وشكلت بحيث أنه أنا ورجي الجمال موجود بحما بين حاضر وماضي وين عرضت الفيلم؟ حطيته على اليوتيوب على صفحة ما فكرت يتعطيه لوزارة السياحة أيضا حتى تشوفها صراحة صراحة يعني ما كتير بحب أنه أعطي لحالي هيك شيء أعلى من اللي أنا واصلت له ممكن بالأيام القادمة إن شاء الله إن شاء الله يا رب يعني أنت ما اقتصرتي على التصوير ما بس ورجيتي شيء الفوتوغرافي رحتي لمجال الأفلام وورجيتي من خلال الفيلم أيضا الزوايا اللي كتير بنغفل عنا أو ما منكون شايفينه تضغط قديش هالفيلم لقى على السوشال ميديا أعجاب قديش انتشر وقديش نعمل شيرات صراحة نيح يعني كان كتير حلو إنه هو انتشر بسرعة وانتشر يعني كنت مالت لك عند أهالي حما أنا اتفاجأت أنه ممكن لغير محافظات يشوفوا حما اللي ما بيعرفوها وينبسطوا لا حتى أهالي حما كتير حبوا وأغلبوا نشاركوا كما في صفحة بتنشر عن عن حما أشياء وصاقية عن حما كمان طلبت الفيلم ونزلتوا عندها طيب بما أنه طموحيك كبير كتير شي عمو عملتي صور فوتوغرافية وعملتي فيلم قصير حبت عملي معرض خاص فيك إذا كان عندك مجموعة من الصور كمان أيضا حبت وثقي مناطق أخرى غير محافظة حما أكيد أكيد بفكر بهذا الشي وبحب أنه يكون إلي شي خاص فيني فكرت قبل هالمرة عملت بس يعني معرض مشترك مو بس أنا بيني وبين أصدقاء إلي بحما وأصدقاء شاركوا من الشام ومن حمص يعني كان مجموعة صور ظريفة وحلوة بس كلهم لهوات كمان عملنا معرض بس كمان ألا أفكر أني أريد أعمل معرض تاني يعني ما بيمنع أنه ورجي الشغل للعالم ويكون ملهم لغير أشخاص لحتى يلي بيحب التصوير يشتغل على حاله تمام بدنا كلمة أخيرة منك لكل يلي عم يتابعيك للفوتوغرافية أيضا يلي عم يتابعوك من زملائك من اللي هلأ طالعين بشكل كتير كبير شكرا لوجودك معنا وسلامات أيضا لمحافظتك كمان حما شكرا لكم على الاستضافة أهلا فيك سألي وصلت حلقتنا للختام وأكيد رح نبقى على الموعد معكم كل يوم الصباح الساعة التسعة فبقوا معنا دايما بها صباحنا غير ولكن اللي بيحب يبقى على اطلاع على آخر الأحداث والمستجدات بقوا برفقة شاشة الإخبارية السورية عبر تغطياتها المستمرة على مدار اليوم جمعا باركة وتبقوا بألف خير وباي باي يعطيك العافية زينب وأكيد ختامنا رح يبقى يحمل الأمل بوجودكن صمودكن أبطالنا بالجيش العربي السوري أكيد لكل يلي عنده فكرة أو موضوع حابب يشاركنا في أبو على تواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير كل الرحمة للشهداء سوريا مدنيين وعسكريين تمنياتنا بيونكم تبقوا ألف خير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة